ماشاء الله ماشاء الله الله أكبر طيب نلقي نظرة على الصورة تلالة لدينا سريعا كل مفاجأة ولا ما أقول كل مفاجأة يا دكتور هذه هي مسك الختاب مع فضيلة الشيخ زاكر نايك ما زى تعدى أن تقول عن فضيلة الشيخ والله يا دكتور زاكر حبيبي صراعا واني بدأت برامج البودكاست عندي في القناة بودكاست مع دكتور زاكر وانزاه الله خير هو من أول من اكتشفني في بعد تخرجي في الجامعة ذهبت إلى أول شيء أول ظهور لإعلامي كان في قناة طيبة في السودان ناس الله يرفع البلاء والحمد لله بعد ذلك الإخوة في بيس تي بي وسمعوا أني فدعوني للهند فصورت أول برامج لهم في قناة بيس تي بي قناة السلام ثم صورت كم حلقة معهم كذلك في الدبي عدد كبير فوق مئة حلقة تقريبا أو أكثر مئة وخمسين في برامج قناة السلام واستفدت من الدكتور دائما يشدل علينا في موضوع البذل من أجل الدعوة الرجل يعني ما شاء الله لا ينام ساعتين ثلاث ساعت في اليوم دائما يشتغل 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 من أجل الدعوة فأنا هنا أقول مثلاً أنا حتى أذكر المعرفة الوقت الضيق لكن كان أنا كان برامج ذكرت لك معه حوال 16 من الدعوات فأنا أجموغ لك من الصباح إلى المساء فأنا أقول لها شيخ ما في وقت قيلولة لازم راها فيضحك يقول قيلولة ما في وقت النوم يقول أنت أسقر رابع أسقر واحد يعني فأقول ما شاء الله كل ما كان أكبر منه كنت تشتكي يقول لا لا أنا أقول لك من فابر فاستفدنا منه أشياء كثيرة في بودكاست كامل فيها كفاية كثيرة ممكن المشاهدين يشوفونها على قناة عبد الرحيم مكارسي على اليوتيوب موجودة مترجمة بالعربية تحتها ما شاء الله أكبر ربنا ينفع بيكم رب دائماً وأبداً أنا أشكر حضرك شكراً جزيلاً فضلت شيخ عبد الرحيم تشرف كبير جداً بوجود حضرتك معنا في هذا اللقاء الخاص في تلك الأيام والأيالي السعيدة من أيام عيد الفطر المبارك ناس المولى عز وجل نفوك الكرب أيضاً عن أهلنا في فلسطين أمين 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 كما أشكركم أيضاً مشاهدينا الكرام ما دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء